السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة التدائي الوحدة السادسة في هذه الحصة لدينا الحصة الثانية في درس قياس السعة تقدير وتحويل ومقارن إذن ننتقل إلى صفحة 112 إذن سبق وأن تطرقنا لموضوع السعة في الحصة السابقة وقلنا بأن اللتر هو وحدة قياس السعة وأن له مضاعفات وله أجزاء إذن في هذه الحصة سنقوم ببعض التحويلات وتوظيف هذه الوحدات في وضعيات في مسائل ثم نقارن ونرتب ثم نقارن ونرتب بين قياسات السعة إذن نبدأ هذه الحصة بالتمرين الثاني أتمم بكتابة الوحدة المناسب إذن هنا في هذه الحالة يمكن أن نستعملوا جدول التحويلات ويمكن بدون جدولي تحويلات إذن هذا سنحاول أن نتخدموا جدول التحويلات ونخدموا بدون جدول ثم بعد ذلك نتأكد بالجدول إذن لدينا 8.3 هكتوليتر تساوي 830 آياش إذن لدينا هذه الفاصلة هي في الهكتوليتر لأن هذا الرقم هذا الوحدة يجب أن يكون في الهكتوليتر إذن إذا زدت الفاصلة هنا مراتا سنصل إلى ديكاليتر وإذا زدنا الفاصلة مرة أخرى زدنا الصفر يعني سنحصل على الليتر 83 83 يعني سنحذف هذا الصفر إذن ستكون لديه هنا الديكاليتر ديكاليتر إذن نتأكد إذن لدينا 8.5 هكتوليتر 8.3 عفوا إذن تساوي 830 لتر وإذا حدفنا هذا الصفر سنلقعه سنلقعه بطبيعة الحالة سنلقعه ديكاليتر إذن بالنسبة الحالة الثانية عندنا 156 ديكاليتر ديكاليتر إذن كانت عندنا 156 نرجعنا الفاصلة الواراء إذن فين غدين نمشي وغدين نمشي كذلك للليتر لأن الليتر يأتي قبل من ديكاليتر وإذا نرجعنا الفاصلة مرة أخرى إلى الواراء يعني إلى الخلف سنلقعه ديكاليتر إذن تأكدوا من هذه العملية عندنا 156 إذن إذا قدرنا الفاصلة هنا سأعطينا 15.6 لتر وإذا أضعنا الفاصلة هنا سأعطينا 1.56 ديكاليتر لدينا 950 ميليليتر إذن عندي هنا الميليليتر الذي يقبل منه سنتيليتر ديكاليتر إذن هنا سأعطينا الصيفر فاصلة 950 لتر عندنا 95 إذن كانت عندي 950 ميليليتر إذا حدفت الصيفر سأعطينا سنتيليتر إذن تأكدوا من هذه العملية عندنا 950 ميليليتر إذا أضعنا الصيفر هنا والفاصلة سأعطينا الصيفر فاصلة 950 لتر وإلا حدفنا الصيفر وإلا حدفنا الصيفر هنا تأكدنا 95 95 سنتي سنتيليتر صيفر فاصلة 315 ثم 31.5 لتر إذن عندي هنا الفاصلة في الليتر إذا أرجعت الوراء بخطوة سنتيليتر ديكاليتر وإلا أرجعت الوراء مرة أخرى سنتيليتر الهيكتوليتر إذن ديكاليتر الهيكتوليتر إذن واحدة المناسبة هنا هي الهيكتوليتر 3.15 إذن هنا يراني في الليتر إلا أرجعت مرة إلى الوراء سنتيليتر ديكاليتر ديكاليتر إذن لدينا 3 فاصلة هذه اللي سنتطلقه منها 31.5 لتر كم تساوي إلا بغينا 0.3 إذن هكتوليتر ثم إلا بغينا 3 فاصلة إذن هنا 3.15 إذن ديكاليتر 3.15 ديكاليتر إذن إحنا حاولنا استعملوا تحويلات بدون جدول وكذلك تأكدنا بالجدول إذن ننتقل إلى التمرين الثالث ولاحظوا المثال ثم أتميم كذلك هنا تحويلات 0.7 هكتوليتر تساوي 90 لتر إذن ديكالي إلا بغينا نشوف شكون هي الاختيارات اللي غنختار 9 لتر وش 9 لتر غتساوي 29 لتر لا إذن غتساوي 0.9 ديكاليتر علش لأن عندي هنا كانت عندي الليتر ولارجعت الفاصلة الوراء ألقى ديكاليتر وبالتالي هدي هذا هو القياس المناسب لأن الصيفر 90 لتر 90 لتر يعني إذا حركنا الفاصلة الأمام بواحد سأجد ديكاليتر 90 ميلي لتر تساوي 90 ميلي لتر نعم وقواطنا جديد من هذا سوف نضيع crescere لدينا 0.9 ديكالomi 0.9 ديكال Li 0.9 ديكالولتر إلا حدفنا هذا الصغير 90 ميليليلل حدفنا هذا الصغير وكن aqui ننتقل إلى التمرين الموالي أكبر أصغر أو يساوي هنا إذا أريد أن نقارن نقارن هذه القياسات الصيعة فيما بينها أريد أن نحول إما نمشي لهذه الوحدة إما عندي خطيان إذن هنا بطبيعة الحال أنا عندي 6.75 لتر وعندي 6.75 لتر إذن هذه نحولها لليتر إذن 6.75 لتر تساوي 6.75 لتر نقارن سوى الجدون لدينا 6.75 لتر 6.75 لتر تساوي 6.75 لتر وبالتالي فهاتين القياسين وهاتين القياسين متساوية لدينا 6.75 لتر ثم عندي ديسي لتر نحول هذه الديسي لتر إذن لدينا 67.5 لتر ستكون هي 6.75 لتر وإذا أريد أن نقارن سوف نزيد الصيفر إذن لدينا 6.75 لتر إذن لدينا 6.75 لتر أو 6.75 لتر بطبيعة الحال هذه هي الأكبر هذه ستحويل أما نقارن هذه مع هذه ستحويل ستحويل ستحطيناها هنا لأنه هو اللي سيجعلنا نختاره الرمز لمناسب إذن 67.5 لتر هنا عندي الميليليلتر في سنتيلتر إذن نحول هذه الميليليلتر إذن سنزيد الصيفر ستحويل 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 عندي هذه الميليليلتر نحول هذه الميليليلتر او لدينا الليلتر سنزيلتر سنتي نسبل صفر لوف نصل المليلتر اذا اكبر 6750 سنحن تساويين بالتحويل كيمكننا تحويل لاحظ التحويل هو هو اللي يجعلنا نقارنه و لات نرتبه في التمرين هنا السؤال احول الساعات التالية الى نفس الوحدة ثم ارتبها من الاصغر الى اكبر اذا هنا ارتبها من الاصغر الى اكبر هذا الاتجاه هذا سنحولها لان ما يمكننا ان نبدأ نقارنه هنا في الارقام اذا جينا مثلا هذه الساعات ارتبوها بلما نقارنها سيكون هذا الصغير وهذا موره وهذا الكبير ولكن مع التحول اغلقى امور اخرى سنأخذ هذه القياسات ونحولها سيكون هي الوحدة اللي نحول لها نحول الديسيلتر افضل نحاول نمشي الوحدة الصغيرة اذا هنا هذه نريدها بديسيلتر كم تساوي وهذه بديسيلتر كم تساوي اذا هنا سنكتب هذه الارقام اذا عندي الدكاليتر ثلاثة 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 ث ولكن في الترتيب يجب أن نأخذ هذا إذن فهذا كلي كبير كيف يكون صغير في هذا لدينا 33 و 33 و 33 إذن كان الاختلاف هنا هنا عندي 3 هنا عندي صفر وهنا عندي 3 إذن كل الأصغر هي هذه إذن 338 هي الصغيرة إذن يعني أننا 33 30.3 ديكاليتر هي صغر هذه القياسات أخذت هذه فقط ساعدتني مش كلها ستجين بعدها لأن هذه فيها الصفر في الواحدة هذه 3 إذن 3.3 و 30 هي كتوليتر وأكبر هذه القياسات هي هذه إذن هذا هو الترتيب من هذه القياسات في قياسات السياة إذن ننتقل إلى 36 بمستودعات إحدى التعاونيات 250 هيكتوليتر من الحالي بيع منها يوم الجمعة 590 ديكاليتر ويوم السبت 7800 لتر وحسب بالليتر كمية الحاليب المتبقية إذن هنا سنوضف بطبيعة الحالي ما نلاحظه؟ نلاحظه بأن أعطونا لهكتوليتر بالنسبة للحاليب بالنسبة للحاليب الذي يبيع يوم الجمعة لدينا الدكاليتر ويوم السبت لدينا الليتر والنتيجة نلقوها بالليتر إذن ما نحل هنا؟ أن نحول كل شيء إلى الليتر إذن كيبقى هنا هذه الطريقة التي سنفعله وكيبقى كيبقى كيبقى نحسبه كمية الحاليب المتبقية إذن نسمعه بيع كيبقى نسمعه باعة واذا سنفعله الزائد أو الناقص طبيعة الحالة نفعله عملية الطرحة ننتع الحاليب اللي كان عندنا إذن دبع نحن 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 نح هذا الشيء سنزيد عليه ما بيعه يوم السبت سبعة الاف وثمانمائة وخمسين لتر شكونة هي اللي ظهر فيها التحويل احنا قلنا كل شخص نحوله اللتر اذا هذه سنحولها اللتر وهذه سنحولها اللتر وهذه سنحولها اللتر وهذه سنحولها بالليتر اذا سنقوم بعملية التحويل هنا نريد أن نأخذ الجزول مثلا لدينا مئتين وخمسين هيكتوليتر كم تساوي من اللتر اذا خمسة وعشرين الف اذا خمسة وعشرين الف لتر ناقص خمسمائة وتسعين ديكال لتر خمسمائة وتسعين ديكال لتر اذا هي خمسة الاف وتسعمية لتر وهذه سنحولها بالليتر اذا الدب العملي الموالي هو أجمع ما يوجد بين القوسين اذا سنجمع هذا الشيء الذي يوجد بين القوسين ثم اطراحه من خمسة وعشرين الف ثم في النهاية سنجد كمية الحليب المتبقية اذا لدينا خمسة الاف وتسعمية سنزيد عليها سبعة الاف وتبنمية وخمسين اذا لدينا صفر خمسة سبعتاش نحصفه بواحد تلتاش اذا كمية الحليب التي بيعت هي تلتاشر آلف وسبعمية وخمسين اذا خمسة وعشرين آلف لتر سنطرحه منها تلتاشر آلف وسبعمية وخمسين ونلقى النتيجة النهائية اذا ندروا عود ثاني عملية فطح خمسة وعشرين آلف ناقص تلتاشر آلف وسبعمية وخمسين ثم صفر ناقص صفر عشرة ناقص خمسة خمسة نزلوا الواحد عشرة ناقص ثمانية جوج نزلوا الواحد خمسة ناقص أربعة واحد جوج ناقص واحد واحد اذا 11 آلف وميتين وخمسين 11 آلف وميتين وخمسين لتر هي كمية الحليب المتبقية لدى التعاوني اذا هذا بالنسبة للتمرين ننتقل إلى التمرين السابع ولاحظوا كمية الحليب التي تناولها رضيع في يوم واحد هل تكفي هذه الكمية لملء قارورة ساعتها لتر واحد اذا نشوفوا هنا يا شنو عندنا كين عندنا فقط هذه اللي عندنا بالليتر نحن ده بس سؤال خصنا نشوفوا لتر واحد يعني هنا باش نشوفوا واش هاد القارورات هاد الكمية دي الحليب اللي يشرب هذا الطفل في اليوم واش كامل لتر شنو خصنا نجمعوها ولكن في جمعها تحويل اذا اولا اذا كمية الحليب الحليب نحددها بعدها كمية الحليب المتناولة خلال اليوم من طرف الطفل كمية الحليب سنأخذ الكمية الأولى 0.190 لتر سنزيد عليها 175 مليلتر سنزيد عليها 18 سنتيليتر سنزيد عليها 1.6 ديسيليتر وغد نزيد عليها 130 مليليتر اذا دبا هاد الشيء بالليتر بوحدات مختلفة اذا هذي خصوات تحويل هذي خصوات تحويل هذي تحويل هذي تحويل هذي ما عندنا منذروا بتتحويل حيث اصلا راهيه بالوحدة اللي بغينا اذا هنا 0.190 ثم نحويل عندي هنا المليليتر اذا هذي بالليتر شحال هذي بالليتر شحال هذي بالليتر وهذي بالليتر اذا هذي بالليترaiah عندي هنا المليليتر سنتيليتر ديسيليتر لتر اذا صيفرفاسيلة 175 سنتيليتر سمج Fight بدون نجدول سنتيليتر ديسيليتر والتر بوحدة صيفرفاسلة 18 الديسيليتر قسمت ديسيليتر هنا 0.6 لتر 130 ميلي لتر يعني ما هي الميلي لتر سنتي لتر دي سي لتر ثم سنقوم بعملية عمودية 0.190 سنزيد على 0.175 ونوضع الفاصلة تحت الفاصلة كما ترى في الأعداد العشرية 0.18 هنا نزيد الصيفر إذا أريد 0.16 هنا كذلك الصيفر 0.130 ثم أجمع إذن عندي خمسة لدينا ثلاثة ستة تسعود سبعتاش أربعة وشرين ثم نحتفظ بواحد بجوج أربعة ستة إذن كمية الحليب المستهلاكة إذن هنا ربما هنا جوج إذن هنا غساطنا نعم إذن كمية الحليب المستهلاكة هي ثم نتأكد أن هذه العملية ليست سهلة ثم نعم سعود 35 لتر وهذا أصغر من 1 لتر إذن إذن هذه الكمية كمية إذن هذه الكمية غير كافية لملء كمية 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 السعين 1 لتر إذن ننتقل إلى التمرين الثامن أكمل المتساويات التالية إذن إذن هنا لاحظوا جيدا هنا غد نذكركم بما رأيناه في الأعداد الكسرية في الأعداد الكسرية كنا قد تطرقنا لموضوع الأعداد الكسرية وكنا قلنا بأن فشل القوى دائما واحد على جوش في الأعداد الكسرية نحولها 0.5 والعكس الصحيح الآن الآوان غد نحتاجها ثم مثلا ثلاثة على أربع فشل القوى ثلاثة على أربع دائما نعتبرها 0.75 واحدة على أربع تساوي 0.25 إذن سواء كان عندنا العدد العشري هكا نحوله الكسر هكا أو للعكس الصحيح دابا اليوم شنو حتاجينا حتاجينا الأعداد الكسرية ترجعها في الأعداد الكسرية كانت عندنا هذه وكنا نقول كيفاش ترجعها عدد كسرية إذن دابا هنا هاد الشيء غد يخلينا مثلا واحد على جوج هكتوليتر هي في الحقيقة نصف لتر ولكن إذا بغينا نحولها العدد العشري إذن كتساوي 0.5 هكتوليتر هذا سيساعدنا على التحويل ثلاثة على أربعة ثلاثة على أربعة هي 0.75 إذا خليتها ثلاثة على أربعة ما غديش نقدر إذن كذلك هاي صفر خمسة وعشرين صفر خمسة وعشرين صفر خمسة وعشرين نخليها ولكن هذه اللي نحول صفر خمسة وعشرين هي واحدة على أربعة ثم لباقي لا يوجد مشكلة إذن هذه كعدد كسري احنا حولناها هذه كعدد كسري وهذه كعدد كسري إذن إذا مثلا أنت محافظهم شنو تدير مثلا أنت محافظ واحد على جوج بأنها تتساوي صفر خمسة ففي هذه الحالة هتستعمل الكاركولاتريات ولا هتقسمها بالقسمة واحد على جوج واحد على جوج صفر خمسة نقص عشر صفر إذن هذه الطريقة كذلك بالنسبة للثلاثة على أربعة وكذلك بالنسبة للواحدة على أربعة ولكن من الأفيد أننا نكونوا ضابطينهم وعارفين ما يفعلون إذن سألتكلم إذن عندي واحد على جوج هيكتوليتر هي نصف هكتوليتر هي نصف هكتوليتر هي صفر خمسة هكتوليتر إذا أردنا إذا أردنا خمسة هكتوليتر إذن الواحدة هي نصف هكتوليتر إذن ديكاليتر إذن الواحدة المناسبة هي الليتر إذا أردنا تأكد في جوجة تحويلات نأخذ صفر خمسة إذن سأعطني خمسين ليتر خمسة إذا أردنا خمسة إذا أردنا خمسة ليتر إذا أردنا خمسة ليتر إذن ديكاليتر إذن لدينا خمسة وسبعين ليتر خمسة وسبعين ليتر إذن لاحظوا هنا عدد كسري لذلك سنعرف العدد الكثري إذا لا بدأ أن نحول العدد عشاري إذا 0.75 هي 2 لتر 0.75 0.75 سنضع الفاصيل هنا ونضع 7.5 ديكال لتر ثم لدينا 0.25 0.25 ديكال لتر 0.25 ديكال لتر كانت تساوي 25 ديكال لتر واحد على أربعة هي 0.25 ديكال لتر يعني هنا يخلى لدينا نفس القياس وهنا بشكل عشاري وهنا بعدد كثري ولكن راح نفس الوحدة قد لدينا تحويل الأخير 3.6 لتر 3.6 لتر 36 ديكال لتر 36 ديكال لتر 3600 ميلي لتر ننتقل إلى التمرين الأخير يحتاج عادل إلى 12 سنتي لتر من الصباقة لإنجاز رسم 1 هل تكفيه 1.5 لتر لإنجاز 15 رسم؟ إذا هنا لدينا عادل يستعمل إذا أريد أن ترسم رسم 1 يحتاج 12 سنتي لتر من الصباقة نريد أن نعرف كيف إذا أريد أن نجز 15 رسم وإنجاز 1.5 لتر إذن ما سنفعله؟ إذن نحدد نحدد ما يلزم من الصباقة لترسم 15 رسم لترسم 15 رسم ما يلزم من الصباقة؟ إذن نحتاج 15 مضربة 12 سنتي لترسم إذن النتيجة سنقوم بها بالسنتي لترسم ومن بعد نحولها ثم نقارم إذن سأخذ 15 ونضرب 15 ونضرب 12 إذن أعطينا 180 سنتي لترسم 180 سنتي لترسم كم تساوي بالليتر؟ إذن سنتي لتر ديسي لتر اللتر إذن 1.8 إذن يكون كبير 1.8 أو 1.5 إنه سيحتاج 1.8 للصباقة 1.8 1.8 1.8 ولكن هو عنده 1.5 إذن ماذا سنقول؟ إذن لا تكفي 1.5 لتر من الصباقة لماذا؟ لأنها أصغر مما يحتاج 1.5 لترسم لترسم 1.8 إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول قياس السعة من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي 1.5 3.3 1.5 2.4